اشتركوا في القناة الفترة اللي فاتت اللي هي كانت في عيد الاضحى وكانت كل الناس الحقيقة عايشة حياتها وزي ما احنا قلنا وزحام وما فيش تباعد وما فيش اجراءات احترازية ولا فيه اي حذر من اي شيء كما لو كانت مصر خالية من فيروس كورونا قلنا الكلام دوت الحقيقة في الحلقات السابقة دلوقتي بدأت الاصابات تزيد لكن احنا عاوزين الناس تاخد بالها تلتزم مرة اخرى بالاجراءات الاحترازية وهي ارتداء الكمامة في الاماكن المزحمة في المواصلات العامة تباعد بقدر الامكان برضو انا ملاحظ ملاحظ وانا اقول لكم بمنتهى الامانة يعني انا كنت امس في عزة لقيت انه بدأت الناس برضو تسلم والاحضان والتقبيل والكلام ده وعدم التزام بالاجراءات الاحترازية يعني ارجو ان احنا نرجع تاني ونلتزم بهذه الاجراءات لانه ما زالت الاجراءات الاحترازية هي الوسيلة الوحيدة للوقاية من فيروس كورونا واحنا بنقولها ومعروفة وسهلة وبسيطة ارتداء الكمامة في الاماكن المزدحمة بقدر الامكان في المواصلات العامة التباعد بقدر الامكان غسل الايدي بالماء والصابون كلما امكن ذلك وربنا يعفزكم ويعفزنا جميعا